موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى حديث الصحافة لهذا اليوم نبدأه مع موقع سي أن أن عربية التي نشرت محللون للسي أن أن علينا التدخل بالحرب السورية أو جمع إيران والسعودية رأى محللون أمريكيون أن إدارة رئيس باراك أوبامر تكبت الكثير من الأخطاء حيال الملف السوري وذلك من خلال بقائها مكتوفة الأيدي دعينا إلى ضرورة الضغط على روسيا لوقف ما يجري على الأرض باعتبار أن تلك أواشنطن وطراب موقفها في الفترة الماضية جعل الصراع أكثر خطورة وقالت سرائي ذبث كاب المحللة السياسية الأمريكية الحرب في سوريا مستمرة منذ أكثر من عامين ونحن نعلم منذ ذلك الوقت بمدى الفضائع المرتكبة ونعلم أن بشار الأسد يقتل شعبه ونعلم أن لديه سلاحا كيماويا ويحظى بدعم من حزب الله وإيران وروسيا كما ندرك أيضا أن تنظيمات مثل داعش تستفيد من هذا الصراع والفوضى وتبعت كاب بالقول المشكلة أن أوباما لم يقم بما يسر أي طرف فهو لم يطلب التدخل العسكري المباشر كما أنه حدد خطوطا حمراء بالنسبة للوضع في سوريا ما يتنافى مع عدم التدخل كما أنه طالب بترحيل أسد بتزامن مع السماح للروس بعقد صفقة حول ترسانته الكيماوية ولذلك فإن الموقف الأمريكي مضطرب ومعطل وقد ساعد على جعل الصراع أكثر خطورة ولدى سؤالها حول التكلفة الباهظة للتدخل العسكري في سوريا بعدما جرى في أفغانستان والعراق تدت كاب بالقول أظن أن عواقب عدم التدخل ستكون أكبر بكثير من التداعيات المترتبة على شن عمليات عسكرية من جانبه قال المحل الفان جون أنه يعارب تدخل العسكرية الأمريكي نظرا لتكلفة ذلك والمدة التي تستغرقها العملية ودعا إلى استنفاذ كل الطرق الدبلوماسية مع الإقرار في الوقت عينه بأن حصلة مفاوضات جنيب كانت كارثية وحول انتقادات بعض الضوال الخليجية وخاصة السعودية والإمارات الاستراتيجية الأمريكية قال جون الفارق بيننا وبين بعض حلفائنا المتحفزين للقتال هو أننا لا نعتقد بضرورة خوض المعارك في كل الحالة لذلك فعلينا زيادة المساعدة الإنسانية التي نقدمها وكذلك وقف المخادعة الروسية فإذا كانت موسكو ترغب باستعادة دور القوى العظمى العالمية فعليها السماح بدخول المساعدات الإنسانية كما علينا دفع السعودية وإيران إلى الجلوس على طاولة المفاوضات لأننا أمام حرب بالوكالة بينهما نتابع الآن مع صحيفة العرب اللندونية حيث كتب غازي دحمان مقالا بعنوان نظام الأسد وعكس موجات التأثير قال فيه وجه وفد نظام الأسد في مفاوضات جنيف وضعا معقدا اختلطت فيه الضغوط بالمفاجآت وبعض الفخاخ التي تعمدت المعارضة والأطراف الداعمة لها وضعها أمامه فظهر أداءه الدبلوماسي ضعيفا مهدرا بذلك كل الجهود التي بذلها على صعيد الدبلوماسية العامة ومحاولته اختلاق اختراق الرأي العام العالمي عبر شركات العلاقات العامة التي سخرها لترويج روايته عن الحرب على الإرهاب وعلمانيته وديمقراطيته أمام هذا الواقع ومع بدء الجولة الثانية من المفاوضات لابد أن النظام وحلفائه قد أجروا تقييما عميقا للجولة الأولى من المفاوضات ولظروف التي أحاطت بها فقد بات من نافلة القول أن يفكر النظام بتخلي عن العملية السياسية التي تطيحها جنيب فرغم سلبياتها إلا أنها كشفت له فرصا وإيجابيات لم يكن يملكها من وعي الاعتراف به كممثل للدولة السورية وتقبل سلوكه الموازي للمفاوضات من قتل وتدمير والاطلاع على توجهات العالم ومناء التقديرات الدائمة لتعامل مع التطورات لكن يدرك النظام أن هذه الحالة يمكن استثمارها لفترة زمنية محدودة ولا يمكن التعاطي معها باعتبارها حالة دائمة لذا فإنما كينته ستسعى إلى إحداث تغييرات في المعطيات الميدانية والسياسية لتغيير الواقع وإضافة إلى ذلك يدرك النظام أن عملية جنيب ورغم الفرص الآنية التي وفرتها له فإنها تضعه أمام خطرين لا يمكن التغافل عنهما الأول أنها تفتح الباب لسيارات جديدة على بيئته ودوائره الأمر الذي يعرضه لخطر الانقسام والتخلقل والثاني أن حلفاءه أصبحوا في دائرة المساومات وهذه حالة لا يستطيع التحكم في نتائجها لذا فإنه يجد نفسه تحت ضرورة تغيير أثر هذه المتغيرات والسؤال ما هي المجالة التي قد يفكر النظام عكس موجات التأثيرات إليها للخروج من أزمته وتخفيف منسوب الضغط عليه لا شك أن الذهنية الأمنية السورية لا تعرف سوى منطق التفجير وهي بهذا الخصوص سوف تلجأ إلى المناطق الرخوة في هذا الحقل لزيادة حدة التوتر فيها وإعادة صياغة المعادلة من جديد إضافة إلى مساعي النظام بتغيير معادلة القوى على الأرض وستلقى هذه الحالة تشجيعا من إيران التي وجدت نفسها محشورة ومكشوفة ومهملة الأيام القادمة ستفرج عن بعض من خطة النظام لإعادة تقويمه للجولة الأولى ومن المتوقع أن يلجأ إلى مفاجآة في هذا الخصوص والواقع أن الظروف الدولية المائعة تتيح له إعادة بناء رهانات جديدة طالما هو يملك فترة سماح جديدة نواصل حديث الصحافة وننتقل الآن إلى صحيفة الحياة التي نشرت مقالة للؤي حسين تحت عدوان النظام السوري ومسألة مكافحة الإرهاب قالت فيه صحيح أنه لم يكن لدى وفد المعارضة السورية ممثلا بالإئتلاف في الجولة الثانية من مفاوضات جينيفتنين لم يكن لديه برنامج مقنع لحل الأزمة السورية لكن كان لديه ما يطلبه من وفد النظام كتنحي بشار الأسد عن رئاسة الجمهورية وإقالة عدد من أعمدة حكمه وأبناء عائلته عن السلطة وفي المقابل لم يكن لدى وفد النظام ما يطلبه من وفد الإئتلاف مما يمكن أن يساهم في حل الأزمة السورية فحتى مسألة مكافحة الإرهاب التي تمسك بها وفد النظام ودفع عنها بكل قوة كانت موجهة إلى الأمريكيين والغرب عموما وليس إلى الإئتلاف مسألة مكافحة الإرهاب ليست موضوعا للجلل وكسب الوقت من النظام بل هي استراتيجية روسية تهدف منها موسكو إلى المحافظة على النظام الحالي الذي تسيطر عليه في شكل شبه مطلق هذه الاستراتيجية تطلبت برامج عمل جدية من النظام هدفت إلى إظهار صورة للواقع السوري بفادها أن الصراع هو فقط بينه وبين مجموعات متطرفة إرهابية ولهذا هاجمت قواته عددا من المناطق التي تسيطر عليها مجموعة مسلحة واستولت عليها فاتحة للباب جديا للعفو عما يريد تسليم سلاحه إضافة إلى ذلك أقد هدنات ووقف لإطلاق النار في عدد من المناطق المحيطة بدمشق إن كانت واشنطن تدرك هذا التوجه الروسي ولكنها تخفق في إجهاضه فإنه غير خافة أيضا على دوائر صنع القرار الأوروبية التي ستظهر خلال الأيام المقبلة موقفها من هذه المواجهة فإما أن تستمر بوقوفها ضمن المحور الذي تقوده الولايات المتحدة وتقبل خوض حرب باردة لن تكون سوريا ساحتها الوحيدة أو تواجه الجموح الروسية والغطرسة الأمريكية دفاعا عن سلم بلدانها ومصالحها التي يمكن أن تكون مهددة في شكل مباشر من تنامي المجموعات المتطرفة في سوريا ونهض مثيلاتها في دول المنطقة كالعراق ولبنان ومصر وما يشبه ذلك من إمكانية اتساع رقعتها الجغرافية أبعد من ذلك فالقبول الدولي الصريح بإبقاء سوريا ساحة رئيسة في صراع دولي بارد ستكون له نتائج خطيرة جدا على أمن دول المنطقة وعلى السلم الدولي ولا يقل خطورة القبول بطرح النظام السوري المدعوم روسيا بأن تكون مكافحة الإرهاب القيمة الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم فهذا سيكون مساهمة في تحويل النظام إلى نظام فاشي بحت يقوم على قسمة المجتمع السوري إلى عرقين رئيسيين عرق سوري وعرق إرهابي يؤسس لانقسام طائفي محوري حاد في المنطقة سيكون من الصعب على دول المنطقة والمجتمع الدولي الخروج منه أو الحيلولة دون تبعاته المأساوية لعشرات السنين ننتقل الآن إلى موقع الشرق العربي لدراسات حيث كتب زهير سالم مقالا بعنوان لمن نقرع الأجرس مهادنات أو مصالحات ينزل علم الثورة عم ببيلا ويرتفع علم بشار قال فيه لمن نقرع الأجرس ولماذا الإصرار على الكتابة يقولون إن الإنسان أحيانا يغني ليدفع عن نفسه الخوف أو الوحشة أو ليؤنس نفسه أو تعبيرا عن حاجته إلى أن يقول شيئا ما أو أن يسمع شيئا ما لنفسه يقول ومن نفسه يسمع حين يعز أن يجد من يقول أو من يسمع بالأمس وبينما كان بعض الناس يحتفل بنصره العظيم في جنيف وبينما كان فريق آخر يصفق لقيادة جديدة للجيش الحر وكان فريق ثالث يعلن عن تشكيل تمثيل جديد للمعارضة السورية وفريق الرابع متكئ على أريكته كانت بلدة ببيلا في ريف دمشق تطوي علم الثورة وترفع علم بشار الأسد تمر الواقعة بهدوء كما مرت سابقاتها من قبل لا يلقي لها أحد من القيادات الملهمة المظفرة بالا تمر الواقعة النكسة واستضجيج معركة يبرود حيث يحجد تحالف الشر خيله ورجله طائراته ودباباته وصواريخه ومدفعيته وحيث تترك يبرود لمواجهة مصيرها كما فعل بأخواتها القصير ومثلها من قبل وليس من غرض هذا المقال التثريب على أطفال أنهكهم الحصار والجوع والعطش والبرد والمرض والجراح وقلة العدد وانقطاع المدد وعجز الخليين وخضلان القريب بل الغرض منه التنبيه إن كان هناك ما تزال فرصة للانتفاع من تنبيه إنها استراتيجية تصفية الثورة والثوار بالعزل والحصار والقضم الحصار يحول الفضاء الثورية إلى جيوب وبإحكام الحصار على هذه الجيوب تتم تصفيتها جيبا جيبا ها هنا استراتيجية وخبراء دوليون يخططون وينفذون فالثورات أو قمعها لا يقودها أبو الهنة وكلنا والثورات أو قمعها لا تقاد بالتفاريق وإنما بالاستراتيجية الواحدة المحكمة نعلم أن بقية الثوار في هذه البلدات ترفض تسمية ما يدجي مصالحات ويؤثرنا تسمية الهدى إلى الذاهبين إلى جنير وإلى القاعدين عنه هذا سقف ما يبذله بشار الأسد لكم تدخلون بيت الطاعة وترفعون علام بشار وتطوون علام الثورة وتسلمون سلاحكم الثقيم ومقابل ذلك تأكلون وتشربون وللنقاط تفسير وتستسلمون بتسليم سلاحكم الخفيف فيحصل من لم يقاتل منكم على عفو عام فقط لتشهدوا بالغد على أوفسكم أنكم الإرهابيون وأن بشار الأسد رؤوف رحيم ننتقل الآن إلى صحيفة الاتحاد حيث كتب عبدالوهاب بدرخان مقالا بعنوان إعلامي النظام السوري في جنير قال فيه في مقر الأمم المتحدة في جنير كشفت القاعة رقم ثلاثة حيث تعقد المؤتمرات الصحفية كشفت واحدا من أسوأ العروب لآخر ما أنتجه إعلام النظام السوري من وظفين لا يستحقون إطلاقا صفة الإعلاميين الأكثر فضاعة أنهم لا يعلمون إلى أي حد هم سيئون ولا علاقة لذلك بقناعاتهم السياسية إذا جازت تسميتها كذلك بل بسلوكهم لا مهنين يمكن إلقاء اللوم عليهم أو اعتبارهم غير ملومين فمن الواضح أن أحدا لم يعلمهم الأصول وإذا فعل فإنه لقنهم ما في الكتب في الجولة الأولى فلغ الوضع حدا لا يطاق قال للصحفي المخضرم إذ أن وفد إعلام النظام كان أشبه بفرقة مجندين يتوزعون في مختلف أنحاء القاعة أو يحاصر الناطقين المتحدثين في الهواء الطلق من كل الجهات وليس في ذلك توقن إلى معرفة أكبر كم من المعلومات بل تنفيذ لتعليمات بأن يصادر أي مؤتمر صحفي لمنع مندوبي الفضائيات الجادة أو الصحف الرصينة من طرح الأسئلة الصحيحة التي تجعل من جنب اثنين حدثا إعلاميا بمقدار ما هو سياسي طلب من مرافقي وفد النظام هؤلاء أن يمارسوا أقصى الوقاحة والاستفزاز لأعضاء الائتلاف المعارض ومندوبي وسائل الإعلام المتعاطفة مع المعارضة تكاثرت الشكاوى من أشباه الإعلاميين هؤلاء وكانوا سوريين ولبنانيين ما استدعى إشعار أمن الأمم المتحدة بل إن الدائرة المختصة طرت لتشهيد شروطها المسبقة لمنح بطاقات الاعتماد بغية التأكد ممن هو إعلامي ومن هو منتحل صفة وكذلك التعرف إلى وجود مؤسسات فعلية أو وهمية يمثلها فالعدد من الشبيحة جئ بهم للجولة الأولى باسم مؤسسات لبنانية وعلى رغم أن الوفد تقلص في الجولة الثانية إن أن خطط التشويش ظلت على حالها خلال مؤتمرات الصحفية للمعارضة يبقى أفراد العصابة الإعلامية في تسامر وتضاحك وتبادل للتعليقات المتهكمة والبذئة أما إذا كان رجلهم هو المتكلم فيصبحون متأهبين لإمطاره بالأسئلة التي يعرف مغزاها وقد تنبهه أحيانا إلى تعليمات محددة طلب منه ومنهم التركيز عليها كما في اليوم الأول عندما وضع وفد النظام مجزرة معان على الطاولة طالبا من المعارضة ومن الأمم المتحدة إدانتها وفي المبدأ تجب إدانة أي قتل فردي أو جماعي حتى لو كان سجل النظام حافلا بالتجاهل لضحايا المجازر التي ارتكبها مشاهدين الكرام نتابع معكم حديث الصحافة وننتقل الآن إلى صحيفة يني شفق التركية التي نشرت رسالة غاضبة لأذكار رجل في العالم لإنقاذ سوريا قالت فيه كتب أذكار رجل في العالم ستيفن هوكينغ رسالة غاضبة مما يحدث في سوريا ليس من الذكاء في شيء أن نشاهد مقتل أكثر من مئة ألف شخص والسهداف الأطفال بل يبدو الأمر غباء محضن أو حتى أسوأ من ذلك عندما تمنع المساعدات والإمدادات الإنسانية من الوصول إلى العيادات الطبية كما ستوافق منظمة أنقذ الأطفال في تقريرها المقبل وعندما تبتر أطراف الأطفال بسبب الابتقار إلى معدات وأدوات الطبية الأساسية ويموت رضعا حديثه الولادة في الحاضنات بسبب انقطاع الكهرباء بدى هوكينغ متأثرا جدا بما يحدث في سوريا وكتب إن العدوان كانت له أفضلية أكيدة من أجل البقاء لكن عندما تلتقي التكنولوجيا الحديثة مع العدوان القديم فإن الجنس البشرية بكامله والكثير من أشكال الحياة على الأرض تكون مهددة ما يحصل في سوريا هو من الفضائع المقرفة بهذه الكلمات اختصر هوكينغ ما يحدث في سوريا وتابع ما يحدث في سوريا عمل منكر وبغيب يراقبه العالم بمرود عن بعد فإن ذكاؤنا العاطفي؟ أين إحساتنا بالعدالة الجماعية؟ هي دعوة لحماية أطفال سوريا ألقاها هوكينغ في وجه العالم يجب أن نعمل معا من أجل إنهاء هذه الحرب وحماية أطفال سوريا فالمجتمع الدولي يقف متفرجا منذ ثلاث سنوات فيما يحتدم هذا الصراع مجهضا كل أمل وأنا بصفتي أبا وجدا أتابع عن كتب معنة أطفال سوريا علي أن أقول كفا واختتم هوكينغ قائلا نحن نعرف الآن أن أرسطو كان مخطئا فالكون لم يوجد من الأزل بل بدأ قبل نحو أربعة عشر مليار سنة لكنه كان مصيبا في أن الكوارث الكبرى تشكل خطوات كبيرة إلى الورهاء بالنسبة إلى الحضارة والحرب في سوريا قد لا تمثل نهاية البشرية ولكن كل ظلم يرتكب يكون شرخا في الواجهة التي تبقنا متلاحمين ومبدأ العدالة الكوني قد لا يكون مترسخا في علم الفيزياء لكنه لا يقل أهمية من نسبة إلى وجودنا ومن دونه لن يمضي وقت طويل بكل تأكيد قبل أن يتوقف الجنس البشري عن الوجود وهوكينغ علم فيزياء نظرية ولقب بأذكى رجل في العالم وله أبحاث نظرية في علم الكون وأبحاث عن العلاقة بين الثقوب السوداء والديناميكية الحرارية وله أيضا نراسات عن التسلسل الزمني وأصب وهو في عمر الواحدة والعشرين بمرض عصبي يدعى التصلب الجانبي جعل منه مع مرور الزمن مقعدا غير قادر على الحراك وأصب في العام 1985 بالتهاب الرئوي واضطر إلى إجراء عملية جراحية لشق حنجرته أفقدته بعدها القدرة على الكلام كليا ويتخطب مع الآخرين بكتابة الكلمات على شاشة وهو إلى الآن يعتبر أعظم عقل عبقري يعيش بيننا وصاحب الفضل في الكثير من النظريات الفيزيائية أو العلمية غير البسوقة مشاهدين الكرام حديث الصحافة مستمر معكم وننتقل الآن إلى مجلة عين المدينة حيث نشرت مقالا في افتتاحية عددها الثاني والعشرين بعنوان قليل من الموعظة قالت فيه قبل الثورة وفي رؤية جاءها رجل صادق فاض الفرات فيضانا عظيما ليبلغ حد الجبال وتطفو على وجهه الكائنات الهالكة إلى أن وبلا منطقية الأحلام تأتي صفيحة من حديد وتقطع رأس السلطان وينحسر الماء ويعود النهر إلى مزجاه الأول طافيا ونشيطا ونقيا لنطمئننا إذن وعلى طريقة الرؤى إلى أنه في يوم ما قريبا أو بعيد ستبلغ ثورتنا غايتها حتما بنا أو من دوننا وستهزم هذه الثورة جمع السفاح ويرحل كما رحل قبله طغاة آخرون أكبر منه وأشد فلا يمكن أبدا لطاغية ومهما اجتمع له من القوة أن يخرق سنن الكون فيعيد التاريخ إلى الخلف لنطمئن ولكن بعد أن يسأل كل منا نفسه آخر النهار ماذا قدمت في يومي هذا لمصلحة الثورة؟ وهل أهدرت من وقت وجهد وإمكانات في غير خدمتها؟ ولينشغل أيضا كل من ينسب نفسه إلى الثورة بواجبه وواجبه فقط صغيرا كان هذا الواجب أم كبيرا ومن دون أن ينحيف بعينه إلى أخطاء الآخرين فما تنحرفت العيون ستنحرف القلوب ثم تنحرف البنادق عن هدفها النبيل إلى أهداف أخرى ليست من فضائل الثورة في شيء وإلى من يظن أن الثورة لا تستغني عن خدماته أو يرد باستعمال الثورة تشكيل العالم كله وفق خيالته وأهوائه وإلى من يرى فيها وسيلة رزق أو جاه أو سلطة حذاري حذاري من أن تكون من الكائنات الهالكة في فيضان النهر عن مدرع ننتقل الآن إلى موقع كلنا شركاء حيث كتب أسعد الصالح مقالا بعنوان صناعة الإقناع والثورة السورية قال فيه الفيلسوف والناقد الألماني فريدريك نيتش توفي عام 1900 له كلمة عن الإقناع وخطره يقول فيها القناعة أكثر خطورة على الحقيقة من الأكاذيب يقول نيتش كلمة بليغة في هذا السياق الكذبة في عهد الأرض تصبح اقتناعا في عهد الإبن هذا الكلام ينقل إلى فكرة تتعلق بسوريا هل هذا البلد يعاني من الأكاذيب أم من القناعات؟ وأيهما أخطر؟ هل أكاذب حافظ الأسد؟ صارت قناعات عندما اتخذوه لأسباب طائفية أو مصلحة مباشرة صارت قناعات في عهد إبنه؟ لماذا إلى الآن ومنذ بداية الثورة؟ ولو لم تظهر داعش ولو لم يتشكل الجيش الحر هناك من يقف مع بشار الأسد في قمعه للثورة السورية؟ هل النظام السوري مقاوم لإسرائيل؟ جوابهم دائما نعم وهم أجهل الناس ضعف النظام وقوة إسرائيل ويحسبون الخطبة الحماسية التي نشأوا عليها كانت تزلزل إسرائيل كثرة الكلام والهجوم اللفظي على إسرائيل ولدت قناعة عند هؤلاء أن النظام السوري وكذلك حزب الله وإيران هم كيانة سياسية مقاومة لإسرائيل المقتنعون بهذه الأنظمة لو اكتشفوا أن النظام كذب في كذا وكذا لا يغيرون قناعاتهم ولكن يقولون هي مجرد حالة فردية في كل أزبة سياسية عربية بين الحاكم والشعب نرى أن هناك لجوء من قبل الحاكم إلى مسألة الاقتناع حيث يستغل الحاكم القناعات التي حاول أن يزرعها في عقول الناس المؤيدة له أو الساكتة عنه في حالة بشار وخاصة مع المؤيدين له من السوريين والعرب وغيرهم يبدو اقتناعهم بشار نابعا من قابليتهم العقلية لاقتناع بكل شيء يتم بناءه على خرسانات قوية من الأكاذيب التي يصعب إزالتها عند أصحاب التفكير غير المستقل في كتابه مستقبل الوهم يحذر فرويد من شرح بعض الأمور للأطفال بطريقة زائفة أو فيها خداع بحجة أنهم لم يصلوا لاستيعاب يقول بأن ذلك يولد فيهم مع نموهم العقلي الشعور بأنه تم خداعهم وبالتالي تضعف ثقتهم بمن هم أكبر منهم الحكومة والأنظمة الفاسدة تتعامل مع شعوبها كالأطفال المغرر بهم لكن الفرق أن بعض أحرار الفكر سرعان ما يكتشفون اللعبة والبعض الآخر لا يزال يطبل لأي نظام مهما بلغت قسوته وإدرامه والسبب أنهم لا يزالون في قناعاتهم كالأطفال المغنين في البراءة رغم رؤيتهم للإدرام ورغم ظهور الدلائل على وهم قواعد الاقتناع عندهم المقتنع إنسان سلم عقله سريعا لمن حاله الكذب والتزييف إلى هنا مشاهدنا الكرام ينتهي حديثنا للصحافة لهذا اليوم شكرا لحسن متابعتكم لنا لقاء متجدد غدا إن شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة